النهاردة العالم بيحتفل بيوم الغذاء العالمي طبعاً مناسبة مهمة جداً للتذكير بأهمية تحقيق الاكتفاء الزاتي والأمن الغذائي العالم بيحتفل سنوياً يوم 6 أكتوبر 16 أكتوبر عفواً عشان يصلت الضوء على هذا الأمر لتعزيز الوعي بأهمية الغذاء الصحي والمتوازن طبعاً ما فيه شك كمان أن اليوم ده فرصة عظيمة عشان يخليها نتكلم عن بلدنا اللي فعلاً بتعمل مجهود عظيم عشان تقدر توصل لمعدل الاكتفاء الزاتي من المحاصيل وده اللي يمكن هنحاول نتكلم فيه النهاردة مع ضفنا اللي منوارنا في ستوديو صباح الخير يا مصر الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين يا دكتور أهلاً وسهلاً بيك أهلاً وسهلاً صباح الخير صباح النور أهلاً بيك كل سنواتك طيب وانطيبين الله يخليه طيب الأمن الغذائي ده واحد من أبرز التحديات اللي ممكن تكون بتواجه العالم الكل وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء من الغذاء المتوازن أعتقد دي حاجة من واحد من أصعب التحديات اللي بتواجه مختلف الدول في مختلف الأماكن نقدر نقول إن احنا بنعمل إيه في مصر عشان نبقى مطمئنين على نفسنا طبعاً النهاردة 16 أكتوبر العالم كله ومنظمة الأغذية وزراع الفاو بتحتفل سنوياً ب16 أكتوبر يوم الغذاء العالمي وليه ده اليوم اللي اتأسست فيه منظمة الفاو في 1945 وبالتالي أصبح كل سنة بينظموا احتفالية بهذا اليوم طيب الغذاء هو حق من حقوق الإنسان الغذاء الصحي الغذاء الآمن الغذاء المستدام هو حق للإنسان وبالتالي لما بنيجي نقول الاحتفال باليوم الغذاء العالمي هو حق من حقوق الإنسان على الكرة الأرضية كلها لابد من توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام للإنسان الغذاء ده عشان يطلع كل أنواع الغذاء المصدر الرئيسي اللي انتكه هو الماء لكل أنواع الأغذية المي طيب إحنا لما نيجي نقول كان وضعنا إيه مصر حالة الأمن الغذائي قبل 2014 ودلوقتي إحنا كان أكبر ساعة تخزينية عندنا للمعاصيل الاستراتيجية الرئيسية اللي هي الأمح والرز والدرة دولة التلات معاصيل والسكر الرابعة دول كان أكبر ساعة تخزينية عندنا نقدر نعمل احتياط منها ثلاث شهور أقصى احتياطية وده ما كانش بيدينا مرونة في حالة الأمن الغذائي أو بيعزز حالة الأمن الغذائي من 2014 حتى الآن أصبحت الساعة التخزينية للحبوب الرئيسية المعاصيل الاستراتيجية الرئيسية تقريبا حوالي 6 مليون طن يعني اتكافي 6 شهور هل الموضوع كان أماكن التخزين ولا في الانتاج؟ لا كان أماكن التخزين وأيضا في الانتاج في الاثنين فأنا بدي بس مقارنة عشان اللي بيتابعنا واللي بيشوفنا كان أقصى ساعة تخزينية في مصر 3 شهور طيب دلوقتي وصلنا تقريبا ل6 شهور ل6 مليون طن كان أقصى ساعة 3 مليون النهاردة 6 مليون من خلال المشروع القومي اللي انشأت الصوامع الصوامع اللي السيد الرئيس وجه به والدولة والحكومة ماشية فيه بخطوات سريعة طيب أنا لما يقب عندي ساعة تخزينية واحتياط يكافيني 3 شهور غير لما يقب 6 غير لما يقب 9 غير لما يقب 12 شهر لأن ده في ظل الأزمات اللي بتواجه العالم حاليا والحروب اللي بتواجه العالم حاليا أصبح هناك فيه مشاكل فيه سلاسل الإمداد وفيه الاحتياط الاستراتيجي للغذاء على مستوى العالم لما نيجي نلاقي في 23 السيد الرئيس خد قرار بإنشاء وتكليف الحكومة بإنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الغذائي الرئيسي ده الهدف منه إيه؟ فيه 3 مواقع حاليا بيتم إنشاءهم واحد في الفيوم على مساحة 10 أفدنة واحد في الأقصر على مساحة 10 أفدنة واحد في السويس على مساحة 10 أفدنة طيب تكلفتهم تقريبا حوالي 5 مليار جنيه ودولا مرحلة أولى دولا المفروضة يعززوا ويخزنوا احتياط استراتيجي هنا بنتكلم على احتياط استراتيجي لـ 15 محافظة كل موقع من دول هيخدم 15 محافظة طيب هذه المستودعات الاستراتيجية للأمن الغذائي ده بتطبق فيها كل معايير السلامة للسلع المخزنة فيها تدار إدارة إلكترونية عشان تعرف الاحتياط بتاعك قديه تسحب منه قديه احتياطك منه قديه ده هنا بنتكلم على مستوى المستودعات والتخزين الاستراتيجي الاحتياط الاستراتيجي للسلع طيب لما تيجي تقول قطاع الزراعة وإنتاجي عشان نرجع للجزء الأول لحضرتك طرحته احنا من 2014 حتى الآن خطة الدولة ودعم غير محدود من السيد الرئيس لهذا القطاع لأنه قطاع أمن الغذائي في النهاية مسألة أمن قومي طبعا احنا النهاردة تقريباً اللي الزرع بالفعل مساحة إضافية النهاردة بتنتج حوالي 2 مليون فدان من إجمالي 4 مليون يعني 2 مليون فدان دخلوا في الانتاج الزراعي طب لـ 2 مليون فدان اللي دخلوا دولة عززوا حالة الأمن الغذائي عايزة أقول لحضراتكم احنا عندنا الأمح تقريباً بننتج حوالي 9 مليون طن داخل السوق المحلي التموين بتاخد منهم 3.7 من 10 بنستورد تقريباً قرابة سواء كان للرغيف الخبز المدعم أو حتى للحر تقريباً بنستورد قرابة حوالي 10 مليون طن أمح سنويا عشان احنا 106 مليون وبالتالي أكتر سلعة بنستهلكها على مستوى العالم مصر هي الأمن لما نلاقي السكر عندنا نسبة الاكتفاء الزاتي 85% نتيجة أنه في مساحات الزراعة بنجر سكر في مشروعات للإصلاح الجديدة في مشروع مستقبل مصر وغيرها وبالتالي دي عززت من قدرتنا على الاكتفاء الزاتي من محصول استراتيجي اللي هو قصب السكر لما نتكلم عن الرز عندنا اكتفاء الزاتي من الرز مصر ما بتصدرش رز بقالنا أربع سنوات وبالتالي دولة ثلاث محصيل استراتيجية الهمين جدا بجانب الزيوت الزيوت عندنا فيها مشكلة نحن بنستهلك تقريبا مليون وستة من عشر طن سنويا انتاجنا منها حوالي 15% وبالتالي الفاتورة بتاعت استرات الزيوت طيب هل خطة الدولة في الاثنين مليون فدان اللي زرعوا والأربع مليون فدان اللي هيتم استكمالهم بإجمالي أربع مليون داخل مساحات منهم لإنتاج محصيل الزيتية عشان نقلل من فاتورة الاسترات بتاع المحصيل الزيتية النهار دا الأسماك عندنا يعني نسبة اكتفاء زاتي عالي منها من خلال المزارع السماكية الدواجن أحيانا بنلاقي أسعار مرتفعة في فترات معينة تقريبا خضروات كلها عندنا اكتفاء زاتي منها والفواكية طيب دكتور هل اكتفاء زاتي معناه أن احنا بننتج 100% من استهلاكنا ولا نسبة قريبة لأنه بعض الناس والمتخصصين يعني بيقولون احنا ما نقدرش نصل إلى 100% لأنه ده بكل تأكيد هيؤثر على محصيل أخر هنا الزملاء أو الخبراء أو اللي بيتحدثوا في هذا الموضوع بيتكلموا على الأمح تحديدا تمام إنما مش على قصب السكر أو على الرز أو على محصيل القدر أو الفاك الكلام دا صحيح لأن انت النهار دا تقريبا بتنتج حوال 9 مليون طن وبتستور دا عشرة يعني إجمالي تقريبا حوالي 50 مليون حوالي 50 مليون 19 مليون طن عشان تنتجهم احنا كل اللي بنزرعه أمح في الوادي والدلتة 3.2 مليون فدان ودي الأرقام المدقاقة بجانب المشروعات الجديدة مستقبل مصر والعوينات وتوشكة بنضيف تقريبا حوالي ثاني السنة اللي فات دخلنا في حوالي 500 ألف فدان لمساحات الأمح بزودت لنا أيضا الانتاج بتاع الأمح إنما انت الأمح بالزرع شتوي بينفسه في الوادي والدلتة لمحاصيل الشتوية البرسيم وبالتالي البرسيم انت محتاجه للانتاج الحيواني صحيح وبالتالي أي مساحة انت هزودها في الامح في الوادي والدلتة المساحة اللي هي 6 مليون فدان هتكون على حساب محاصيل أخرى وبالتالي هنا بيبقى فيه صعوبة لإن أنا محتاجي البرسيم في الشتا لتغذية الحيوانات محتاج يكون عندي مساحات فيه البلدي محتاج المحاصيل المستنية السيد بارسيم ده بيتزرع بين زرع وزرع يعني عشان يريح الأرض وعشان يعمل نيتروجين فيكسيشن بيزرعوا ما بين محصول ومحصول عادة أعتقد جرت العادة أن المزرعين بيقوموا على كده الاختيار عند كل واحد بيبقى فيه توجيه يعني ازرع المحصول الفلاني احضر ازرع المحصول الفلاني ولا الموضوع بيخضع تماما للتفضيل يعني فيه خطة كده بتتحط احنا عايزين نزرع عدد معين من الأفدنة يطلع لنا عدد معين من محصول الفلاني ولا بيخضع لتفضيل كل واحد أنا بشكر حضرتك على الطرح ده اللي حضرتك بتقصده كان لما كان عندنا دورة زرعية دورة زرعية كان بتحدد من ساحات معينة الأحواض والشتا هتزرع إيه والأحواض السنة اللي بعدها بدل ما زرع بارسيم هتزرعه قمح في الشتا وهكذا طبعا دلوقتي ما فيش دورة زرعية النهاردة سوق حر الفلاح والمزارع المصري بيدور على المحصول اللي بيديوله ربحية عالية وده حقه وده حق للفلاح وعشان كده الدولة كل سنة للمحاصيل السراتيجية يعني احنا الأمح السنة دي لسه يزرع أول نوفمبر وبالتالي الدولة الحكومة من أسبوع أو عشر تيام حدد السعر التوريد سعر استرشادي عشان تشجع الناس على زيادة المساحات المزروعة من الأمح أيضا بالنسبة لأصب السكر والبنجر وما محصولين أيضا استراتيجيين أعلنت الحكومة السعر الاسترشادي برضو كل ده نوع من التشجيع والحافز للفلاح عشان يزود المساحات اللي هي مزروعة سواء من الأصب أو من البنجر أو حتى من مساحات الأمح وأعلنوا السعر الاسترشادي إنما السؤال المهم جدا لابد يكون عندنا في مصر منظومة رقمية ما هو المقصود بالمنظومة الرقمية أنا بستهلك بطاطس قد إيه في السنة للسوق المحلي ومحتاج أصدر قد إيه يوبى عندي أنا عايز ثلاثة مليون طن مثلا للسلاك المحلي وعايز مليون للتصدير طن بطاطس يوبى أنا عايز ثلاثمية وخمسين ألف فدان فقط اللي زرعوا بطاطس طب أنا عايز تماطم قد إيه في العروة الشتفي والصيفي لما يوبى عندي منظومة رقمية المنظومة الرقمية محددة من ساحات الأرض الزراعية بتحتي دقة عالية جدا من الحالة دي هقدر أحط استراتيجي أو سياسة زراعية يقول آه أنا محتاج أزرع بطاطس مساحة قد إيه أو أزرع فول بلدي قد إيه أو أزرع أمحة قد إيه أو دورة قد إيه احنا بنكلم هنا بقى مين صغار المزارعين ولا بنكلم أصحاب المزارع اللي عندهم قفدنا كتير يعني احنا عارفين أن عندنا مزارعين عندهم إرات وإرات ونص وإراتين ده في الآخر بيعمل إنتاجية إزاي يستفيد من فكرة إن حضرتك يبقى عندنا داتا بيز أو يبقى عندنا قاعدة بيانات نقدر نقول على أساسها إحنا محتاجين كذا ويدخل فيها الجميع حيث أن الجميع يستفيد والجميع يعطي إنتاجية صحيح أنت عارف حضرتك الوادو الدلتا في 6 مليون فدان ودي بنسميها مساحات مفتتة أو مساحات قسمية ودي مشكلة على فكرة يعني مع تطرور رأي الحقلي والأنظمة الجديدة بيبقى فيه مشكلة في عملية تجميع الحيازات والوحدات الصغيرة 75% من الإنتاج الزراعي في مصر ومن أكل المصريين بينتج من 6 مليون فدان من المساحات الصغيرة اللي حضرتك بنتكلم عليها اللي هي 6 أراريت وفدان ونص فدان و4 أراريت دي بتوفر 75% من غزاء المصريين وبالتالي دي ليها أهمية كبيرة بس الراجل اللي عنده مساحة صغيرة 6 أراريت و7 أراريت وده نتيجة نظام تفتيت الحيازات الزراعية الراجل ده محتاج رعاية أكتر وصغار المزارعين محتاج الرعاية أكتر طب هل الدولة بتديهم الرعاية عشان هم يحسنوا الإنتاج بقول لحضرتك آه قد يعاني أحيانا من نقص الأسمدة وبنسمع فترات فيها شح في الأسمدة إنما النهاردة بتدي له سعر مجزي بالنسبة لو زارع عمح لو زارع بنجر سكر بتدي له سعر مجزي لو زارع أصب بتدي له سعر مجزي الرز أيضا بيأخذ سعر مجزي ولكن من غير ما يقبع عندنا إزاي نوحد الحيازات الزراعية المساحات اللي حضرتك تتكلم عليه دي ثقافة دي تحتاج إلى حزم تحفزية أنا عند النهاردة ستة قراريت وأخويا جنبي عنده ستة وأختي عندها تلاتة إزاي نجمع المساحات دي دي تحتاج أن احنا نحفز الناس نديها حزمة تحفزية عشان تبدأ توحد تاني الحيازات ونزرع محصول واحد ونرجع للدورة الزراعية اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه في الأول مش هنقدر نرجع للدورة الزراعية اللي إزاي كانت عندنا تجميعات للمساحات الزراعية ودي مش هتحصل إلا لو كان هناك حزم تحفزية لصغار المزارعين عشان يقدر يعمل عملية الاندماج أو عملية تجميع طيب دكتور حضرتك تتكلم دلوقتي عن الأسمدة طبعا إحنا عارفين كلنا أنه شرط من شروط التصدير أن يكون هذا المنتج الزراعي خالي من المتبقيات ما فيهش أي بواقع من الأسمدة وخلافه وبما أننا بنحتفل باليوم العالمي للغذاء والغذاء لازم يكون صحي وغذاء متوازن هل إحنا عندنا متابعة ومراقبة مستمرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية اللي بتنتج بحسنية تكون خالية من المتبقيات أيضا؟ ده صحيح أنا ما كانش عندنا هيئة لسلامة الغذاء ولكن من ضمن الإجراءات اللي قدتها الحكومة بعد 2014 أصبح عندنا هيئة لسلامة الغذاء هيئة لسلامة الغذاء هي المنوطة بعمليات المتابعة لكل ما يتعلق بإنتاج غذاء صحي وآمن وزارة الزراعة فيها معمل رئيسي لمتبقيات الموبيدات وبالتالي أي منتج سواء داخل السوق المحلي أو تصدير الخارج اللي أنا أعرفه أنه بياخدوا عينات منه من الأسواق بصورة عشوائية وأيضا بالنسبة للمصدر للخارج وبالتالي بيشوف هل متبقيات الموبيدات قد إيه لنما المعمل المتبقيات الموبيدات بيبزي الماكودات كبيرة وإحنا يهمني حتى كمصريين أنا يهمني السلعة اللي نزلة للسوق المحلي بيكلها المواطن المصري لابد أن تكون صحية وآمنة زي السلعة اللي أنا بكون حريص أصدرها بره صح وآمن يهمني سلامة المواطن المصري وده اللي بتعمله حاليا هي السلامة الغذاء المشكورة ومعمل المتبقيات الموبيدات التابعة لوزارة الزراعة طيب إحنا عارفين أن عندنا تطور تكنولوجيا كبير وعارفين أن إحنا دخلنا تكنولوجيا في حاجات كتير نقابة الزراعيين تستخدم تكنولوجيا إزاي عشان تدعم المزارعين وعشان تدعم في نفس الوقت التوجه الكبير أو الخطة الكبيرة اللي بتقعاملها الدولة لتحقيق الاكتفاء الزاتي نقابة المهنة الزراعية هي أحد المؤسسات المجتمع المدني إحنا في النهاية المجتمع المدني لقطاع زراعة المهندسين الزراعين اللي بيعملوا في قطاع زراعة أو غير قطاع زراعة حتى في الوزارة الأخرى ينتموا لنقابة المهنة الزراعية عضويته من النقابة ويمكن احنا في الفترة الأخيرة داخل النقابة ويمكن كان تقصير مننا السنوات السابقة بدأنا ننشأ مركز تدريب داخل النقابة وانشانها بالفعل لأن النهاردة ضوابط الدولة وضوابط الحكومة معظم اللي بيشتغل دلوقتي من الوظائف في القطاع الخاص القطاع الخاص عشان يشتغل فيه مهندز زراعي لابد يكون متعلم كويس متأهل كويس يكون معاه شهادة مزولة المهنة لو بيشتغل في التغذية ومكافحة موبيدات وبالتالي بدأنا نطبق هذه المنظومة بمعايير عالمية بحيث ان احنا اللي يقض مزولة المهنة نوبحنا ضمنين انه هو تم تدريبه وتأهيله سواء كان في سلامة الغذاء او في التغذية او في الموبيدات او في المكافحة النهاردة معظم الفرص اللي بيتم توفيرها وده بعد لازم ناخد كلنا بالنا منه للمشروعات الزراعية الكبيرة السيد الرئيس دشنها وبدأنا لسمارها وجاري استكمالها انا عايز اقول لحضرتك ان احنا قاعدة البيانات بتاع نقابة المهنة الزراعية سنويا بيضاف حوالي 11 الف عضو جديد اللي هم مخرجين كليات الزراعة والسروة السماكية طب دولا بيشتغل منهم قد ايه يعني ال11 الف اللي بيقيدوا على قاعدة البيانات تقريبا بيشتغل منهم من 50 ل60 في المية دولا بيشتغلوا فين عدد كبير منهم بيشتغل في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مشروعات الصلاح الاراضي في جهاز مستقبل مصر في الصوبة الزراعية وده دايما وإحنا حتى بنتكلم في الإعلام هذه المشروعات بتعزز حالة الأمن الغذائي بتوفر غذاء إنما لها بعد اجتماعي من خلال توفيرها لفرص العمل سواء كل الزراعيين أو غيرهم من الفئات المجتمع الأخرى لأنه ده بعد اجتماعي هام جدا لهذه المشروعات وبالتالي عدد كبير من زميننا شباب المهندسين الزراعيين حاليا بيلتحقوا للعمل في هذه المشروعات أيضا وفي القطاع الخاص لأن القطاع الخاص يمكن ثاني قطاع وفر فرص عمل بعد قطاع التشهيد والبناء من 2014 هو قطاع الزراع عظيم جدا ومن الحاجات المهمة دخول التكنولوجيا في مجال الزراع يعني لما كنا بنتكلم عن مشروع تشكا والنخيل المزروع في تشكا فيه باركود كده لكل نخلة تقدر من خلال موبايل المهندس اللي بيتابع المهندس الزراعي اللي بيتابع النخلة يقدر يتابع من خلال باركود نصور نهف صباح الخير أنت كنت هناك وقعدتوا عدد من الأيام تبيعتوها يا محمد صحيح فكل نخلة لها باركود البركود ده فيه تاريخ الفسيلة جاية منين مصدرها ايه التحصينات اللي خدتها والطعمات اللي خدتها ده مهم جدا برضو في مجال الزراع لأن المساحات بيكون مساحات شاسعة صعب أن أي مهند الزراع يتدي يتابع نخلة وسط هذا العدد الكبير من النخلة دي حاجة مهمة حاجة تانية برضو كنا عايزين تتكلم فيها حضرتك فكرة توفير المياه لرأي كل هذه المساحات المستصلحة حديثا أعتقد أنه الدولة يمكن اضطرت لأنها تلجأ للصحراء الخروج من الوادي الضيق وليزيادة عدد السكان فأضطر أن نحن نستصلح وطبعا تكلفة الاستصلحة عالية جدا لكن أهم حاجة أو من الحاجات المهمة ليست أهم حاجة طبعا لكن من الحاجات المهمة هي توفير المياه فإحنا إزاي بنعتمد على مصادر المياه للرأي بدون ما يكون فيه أي تجاوز في المياه الخاصة بحصة كل مواطن من المياه الخاصة بالشربة أو الاستخدام أبدأ بالجزء الأخير المياه حاليا يعقد في القاهرة أسبوع لقاهرة المياه السابع وأيضا الأسبوع التاسع للمياه الأفريقي وتحت رعاية فخمة سيد الرئيس عالفتاح السيسي ودشنه وحضر لفتاح دولة رئيس الوزراء وأنا كنت في الجلسة لفتاحي ومشاركي الماء والمناخ ده عنوان أسبوع القاهرة للمياه هو كيفية بناء الصمود للمجتمعات طيب عرض السيد وزير الرئيس في الجلسة الافتاحية أن جملة ما تم انفاقه في مصر خلال السنوات الماضية على تطول الرئي وعلى محطات المعالجة سواء محطة مصر في بحر البار أو المحسمة أو المحطة مستقبل مصر حاليا دلوقتي الحمام مع تطوير الرئي تقريبا 400 مليار جنيه مصر طب المبلغ ده مبلغ كبير جدا هل الحكومة والدولة صرفته رفاهية عندها لا ده كان ضرورة حتمية لازم تصرفه لأننا نحن النهاردة بيتم تدوير حسب بير وزير الرئي في سبوع القارة المياه بيتم تدوير 20 مليار متر مكعب من مية صرف الزراعي وبالتالي عايزة تكلفها مالية لـ 20 مليار متر مكعب متوقع حسب بيان سيد وزير الرئي أن في 20 26 هنوصل لـ 5 26 مليار متر مكعب إعادة تدوير مية صرف عشان ندقلها على الزراع وبالتالي أنت النهاردة بتحزز قدراتك من كل نقطة مية موجودة عندك سواء كان صرف الزراعي بتعيد عملية تدويرها مرة تانية عشان تستخدمها في مشروع ومستقبل مصر أو في غيره من المشروعات أو في وسط وشمال سينة وبالتالي دي بتعزز قدراتك في عملية الإنتاج الزراعي أتكلفها مالية ضغمة ولكن هي ضرورة حتمية لها أرجع للجزء الأولاني وهو الزراع الزكية وزراع الحديثة أو سمارتا جير كالشا كل المشروعات القومية بما فيها تشكى والأوينات ومستقبل مصر تدار بالزراع الزكية وزراع الحديثة طيب الزراع الزكية وزراع الحديثة ده شيء مهم جدا والعالم كله دخل فيه وإحنا في مصر دخلنا في هذا البرنامج اللي هو زراع الزكية وزراع الحديثة ولكن نحتاج في مناهجنا التعليمية في كليات الزراعة أنا محتاج خريج غير الخريج التقليد بتاع زمان أنه يكون لي قدرة على استخدام الزكاء للصناع التقنيات الحديثة عشان يعمل عمليات الصيانة ويستخدمها وده دور هنا لوزارة التعليم العالي ممثل فيه كليات الزراعة في الجامعات المصرية أكيد كل شكرا لك دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين نورتنا وشرفتنا شكرا نبدو تحرك معنا شكرا جزيلا شكرا سعيد ومتشكل جدا شكرا شكرا شكرا